فقد محافظ المينيا أسامة القادي مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بعدد من قرى مركز ملاوي ذلك لمتابعة نسب ومعادلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها وصرح محافظ المينيا أنه يجرى العمل على قدم وساق لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل 19 قطاعا خدميا إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير ريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس وذلك لتطوير 192 قرية بنطاق خمسة مراكز على مستوى المحافظة في المرحلة الأولى وجرى إدراج مركز بني مزار وصمال لوت في المرحلة الثانية للمبادرة